تأكيد لقاءات قوية زي ما امتبعنا في التقرير النهاردة لقاءاتها كابتن طارق لازم الكل يسعى فيها لحظر السلاسة النقاط ان اراد انه هو يستفق من موقفه لو هنتكلم تحديدا عن البلدية منتخب السويس كلاهما عندها ضغط الجماهيري عندها الجمهور اللي بيقازر وفي نفس الوقت بيبقى الحد كبير جدا بيبقى حاط الضغط على اي فريق لو نتائجه مش مشة كويس شافي اللقاء ازاي ما بين فريقين ابناء الغريب وابناء دعم او يعني اولاد الفلاحين زي ما قولوا بقى في بلدية المحل ماتش قريب المسافات بين الناس وبعضاها جدا في الدورة كلها فتح الله قبل ما نتكلم عن ماتش يعني عن نقاط 6 نقاط كلاهما انا عايز اقولك لحد الستة او السبع بنت الفروقات مش بعيدة او ماتشين ماتشين مكسب وتعصر اللي فوق هتلاقيك انت دخلت في المنافسة بقوة عشان كده الدورة ده هيبقى دورة قوي السنة دي لما تبصوا تلاقي ان فيه اللحاء يعني مثلا لحد 7 بنت او لو هنحسب 9 بنت هنلاقي فيه 8 فرق قريبين جدا من بعض والمسافات مش بعيدة والمكسب قريب اي حد ممكن يكسب اي حد في الدورة ده شوفنا المقولين الماتش اللي فات بيتعادل شوفنا ديجلة بيكسب بنتيجة كبيرة على الترسانة على الرغم ان كان اول وتاني شوفنا متشاتكة ابو ايرلي الاسمدة بيكسب بروكسي في نتيجة كبيرة جدا في الدوري وبركسي فرقة محترمة وفرقة كويسة فانت عندك الدوري دوري مش يعني ما تطمنش او ان انت اول اسبوعين 3 او اول 3 اسابيع بدأت تخش في المنافسة لا لسه الدوري طويل اوي اوي وعندك فرص لحد بداية الدوري التاني فانت اشتغل على نفسك وركز عشان مع بداية الدوري التاني تتحدد الامور انت في المجموعة اللي فوق اللي هتنفس على الصعود ولا في المجموعة اللي تحت ماتش البلدية والسويس هتلاقي على الرغم ان البلدية ناقصة ماتش بتاع سبورتينج المتأجل انما الظروف متشابهة في كل حاجة ممكن تبقى البداية مش احسن حاجة بسبب الظروف المادية المختلفة عفل فريتين السويس طبعا بيمر بظروف صعبة جدا مادية مش احسن حاجة الامكانيات المادية انما عنده جمهور عنده ملعب عنده بلد واقفة وراه جمهوره متحفز طول الوقت المكسب البلدية نفس الحكاية تجربة جديدة بتاعت الكابتن ابراهيم صلاح تجربة مهمة تستاهل انها تتصبر عليها كابتن ابراهيم اول سنة دوري محترفين عنده فرص كويسة ان هو يشتغل برضو خد بالك حفظ الدوري او ان انت اشتغلت في الدوري ده قبل كده بتبقى الامور شوية محتاجة منك استمرارية ماتش صعب جدا جدا على الفرقتين اعتقد النهاردة ممكن فرقة منهم تقرب بشكل كبير جدا انها تخش في المجموعة اللي فوق اللي هيكسب هيبقى عنده تمانية بونط يخش في المجموعة اللي فوق الماتشات كلها اللي جاية فتح الله محتاجة تركيز من المدربين محتاجة تركيز من اللعيبة محتاجة ان انت تبقى بتنافس على التلاتة بونط بكل الطرق لان اللي هيجمع دلوقتي هيفرق معافي هيفرق معا مجمع دلوقتي محتاجة م照اجة